أعتقد أنه آخر اللقاء أجريته أنت كان معي وأتقالوا أنه أنا واقف معك ضد الله أنا أخار الدبل صديق وحبيب ورفيق بس لكن أنا بيعجبني اليوم أنك أنت كنت دبلوماسي جدا ما رضي تحكي ولا شي لا تخلي العالم تشتغل وهذا اللي إحنا بنتمنى أنه فيه الناس بتحكي على طلعه والناس لي أبو محمد الثاني أحمد الشمراني الدوسري جزء من تاريخ الاتفاق لا شك البعض يقول فترة وانتهت أنت شو بتقول بالعكس لا يمكن أن ينسى الاتفاقي منه عبدالعزيز الدوسري وعودته ربما تكون مسألة وقته هذا الرجل ارتباطه بالاتفاق مو المرحلة وأغادر كتب التاريخ لا يذكر اتفاق طبعا إلا ويذكر عبدالعزيز الدوسري وخليل الزياني وعبدالله الدبل عدد الثلاثي طبعا ولا ننسى هلال الطويرقي رفيق الدرب لكن بالنسبة لعبدالعزيز الدوسري وتاريخ حقق مع الاتفاق ألقاب غير مسبوقة طبعا في تاريخ هذا النادي وأولويات طبعا على مستوى الكرة السعودية حققت من خلال اتفاق معاهم عزياني على مستوى العرب على مستوى الخليج على مستوى الدور تاريخه قبر يا أبو محمد تاريخ خلاص لا لا التاريخ التاريخ هو جزء منه عبدالعزيز الدوسري حقيقة من الرياضيين اللي يحترموا الكل ويكفي أنك أنت تعرفه ويعرفه الكل يعني لا يذكر اسم هذا الرجل إلا والكل يشيد مسألة عودته هي زي ما قال هو يحددها الآن الوجه الآخر للرياضة عندك رياضتنا اليوم بتعيش وضع مختلف بمعنى أن الآن مشروع الرياضة في المملكة العربية السعودية وأنت المتابع والمدارة مشروع دولة من خلال طبعا دعم القيادة ومن خلال أيضا معالي المستشار تركيا للشيخ اللي يحل المشاكل الأندية أي إدارة ترحل يعين إدارة أي إدارة تريد ناقصها مورمالية يتم السداد ويتم في التالي أعتقد إن شاء الله أن الاختيار معالي المستشار في ظل عدم وجود أو استقالة أو إصرار خالد الدبل على استقالة عبدالعزيز الدوسري هو الأنسب نعم والدبل ما استقال بس تخلص فترة وحي روحة يعني ما هي جدد رح نروح لفاصل